كلنا كنا مسدقين انا كنت مصنف اول ايام. او ما شاء الله عليه كنت ساعتها فعلا كنت الاول. انا كنت الاول ايامها اي بطولة بنزل اكسابها عادي. تسعة وتمانين بوينت واحد وعشرين. بالزبط. وكنت برمي ثمانية وتمانين في اي وقت. وسبعة وتمانين في اي وقت. في اي وقت كنت اقدر ارمي الرقم ده عام. اصارت الرقم ده اصلا قبل كده حتى لو في التمرين. انا رميت في التمرين قبل الامبيات قبل قبل زهور العينة بيومين. كنت رامي مع دكتور ريد عطا واستاذ عمد الوارداني والكابتل ناسر داود رئيس جهاز النادي الاهلي. كنت رامي اتنين وتسعين متر. اين وتسعين. ان شاء الله. ترامي اتنين وتسعين متر. يعني من الفين واربعتاشر الرقم بتاعك لالفين اربعة وعشرين عشر سنين. تمام. مريت فيهم طبعا بكم بقى ضغوطات عليك بكم تحدي انت قابلته تضحيات لحد ما وصلت البريس. تمام. بصنف بريس بالنسبة لك ايه ودي جدي كالتالت دورة اولمبيا لك. من ناحية ايه بالزبط. مشاركتك فيها. بالنسبة لنا. مم. هي كانت اسوأ مشاركة لها في اي بطولة لك تال. من كنتيجة. مم. بس انا استفدت منها ان انا قابلت كزا دكتور وعرفت حالتي ايه يعني. بس. طبيا يعني. طبيا اه. فده انت ان شاء الله تشتغل عليه بفروض او بفروض ان انك ان شاء الله تسافر برة تشتغل. اه بالنسبة ان شاء الله كان ده الوعود اللي انا واخدها واحنا بنسع في الحوار داي.